سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم زعفران وبنلا مع بعض احنا ان شاء الله من دلوقتي والمدة ساعة ووصفات ان شاء الله حتعجبكم وهنبتدي مع بعض باول وصفة يعني هي مش وصفة قوي لان هي يعني احنا مجهزين الحاجة بس عايزة يعني هي وصفة من الوصفات القديمة البسيطة اللي كانت دائما بستعمل تقريبا في كل البيوت وإحنا صغيرين الوصفة دي هي يعني نقول عليها مثلا ترايف الفراولة أو حلاء البسكوت والفراولة والكاسترد يعني مهم علشان نعمل الوصفة بتاعتنا السهلة جدا البسيطة دي هنعوز الاتي بسكوت البسكوت العادي ده وهنعوز كاسترد بارد ودولة حقول لكم ازاي بيتعمل وعايزين جالي فراولة وفراولة وعايزين كريمة مخفوقة طيب الوصفة بتاعتنا يا حبيبي سهلة جدا شايفين الكاسترد دي جماعة بتقدروا انكم تعملوه من اللي هو بيتباع فودرة جاهز وبتقدروا انكم تعملوه في البيت عادي لو عملتوا في البيت يبقى احنا المكونات عاملينها قبل كده كتير معاكم هنا واللي هي عبارة عن كبايتين حليب ومعاهم اربعة صفار بيض معاهم ربع كباية سكر وتلت كباية نشا وفانيليا دول كلهم بناخدهم على البارد برة وبنضربهم وبعدين بناخدهم بنحطهم على النار ونفضل نقلب لغاية ما الخليط يجمد معانا وكده بقى عندنا الكاسترد البيتي او الكريم باتيسيار البيتي يا تعملوه زي ما قلت دلوقتي في البيت يا اما تجيبوه جاهز زي اللي انتم شايفينه هنا جاهز عندنا ده معمول بالبودرة بتاعة الكاسترد عادي الكريمة المخفوقة اللي عندنا دي كريمة حلويات كبايتين من كريمة الحلويات مع مغلف من الكريم شونتية وده كده يبقى الكريمة المخفوقة اللي عندنا هناخد دلوقتي البسكوت اللي عندي وحبتدي هحطه كده بالشكل ده هنا في ناس كانوا بيسقوا البسكوت بالحليب بس انا بحبه يفضل كده شوية بيبقى فيه كده زي ارمشة خفيفة بتبقى احلى من لما بيبقى دايب كله بس في الاخر برضو كل واحد حر خلاص كده تمام هنعمل ايه بقى دلوقتي عندنا هنا الكاسترد بتاعنا هناخد دلوقتي الكاسترد اللي عندي دايما بنقول ان الكريم بتسير او الكاسترد لما بيبرد شوية بيمسك وبعدين انت حرين في الطبقات يعني عايزين تحطوا الكريمة الاول وبعدين الكاسترد او الكاسترد الاول وبعدين الكريمة زي ما تحبوا المهم احنا عندنا هنا الكاسترد برد فدايما بنقول قلبوه بس اول ما يبرد قلبوه كده تقريبة تانية علشان يرجع تاني لقوامه السلكي كده اللي زي الحرير يبقى فلازم نرجع تاني نخفقه بادينا او بمضرب الكهرباء تمام كده تمام هم شايفين اهو هاخد دلوقتي الكاسترد دا بقى وهحطه فوق البسكوت اللي عندنا وافريدو نفردو كده بالراحة عشان نحاول ما نخليش البسكوت يتحرك كتير من تحت نبتدي بقى نسوي خلاص كده تمام غطينا البسكوت كله بالكاسترد نشيل بقى القطع الحتل اللي وقعت دي علشان ما يدقاش بينها من بره هنجيب تاني بقى دلوقتي كمان مرة بسكوت ونرجع تاني نحطه فوق كده عندنا هنا كمان خلينا نشوف الجالي بتاعنا هناخد الجالي اللي عندنا المية خلاص غلية اهيه عندنا هنا اتنين باكو او اتنين عبوة من الجالي هنحطهم مع كبايتين ونص من المية كبايتين ونص من المية بس نتأكد ان كل الجالي داب كان ممكن كمان حطينا شوية مية بردين بدل من حط كل الكمية سخنة بيسرع كمان خلاص كده كل الجالي عندنا داب نشيله من على النار على ما نخلص هنرس بقيت البسكوت هنا الوصفة دي يعني قديمة 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 خالص ويعني بيعملوها حتى لو ما بيعرفش يعمل حلويات ولا بيعرف يطبخ دي من الوصفات اللي كتير سهلة على ناس كتير ان هما يعملوها دلوقتي بقى دور الكريمة الكريمة زي ما قلنا كبايتين كريمة على مغلف واحد من الكريم شانتيي اللي هو الكريمة البودرة هنجيب بقى الكريمة ونحطها وعملوها نوعا ما جامدة كده زي ما انا عملها هنخفقوها كويس يا بتجيبوا كريمة الكريمة حلويات او بتجيبوا كريمة نباتي الكريمة النباتي كمان بتمسك جامد موسيقى 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 دلوقتي هنعمل ايه? هنستنى شوية على الجيل بتاعنا بس يبرد سنة علشان نقدر نحطه فوق الكريمة بتاعتنا من غير ما يدوبها فلازم الجيل بتاعنا شوية ما يبقاش بارد او ما يبقاش سخن كده فحنستنى عليه شوية فدلوقتي احنا عندنا فراولة او اي فاكهة انتو بتحبوها اي نوع فاكهة انتو بتحبوه تقدروا تستعملوه في الوصفة دي انا دلوقتي هعمل ايه بس خليني اقول لكم هاخد الفراولة اللي عندنا وهاطحها وهحطها كده على الوش لغاية ما بس الجيل بتاعنا يبرد شوية واقدر ان انا احطه تمام اه خلينا دلوقتي نطلع فاصل كده اهو شايفين اهو بس هحط كده الفراولة على كل الوش عندنا ونطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل يكون الجيل بتاعنا برد نكمل معاكو بقيت وصفاتنا للنهاردة بشوفكو بعد الفاصل ان شاء الله موسيقى 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 اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعض الفاصل دلوقتي انا بس هخلي الجيل عندنا شوية يبرد وحطيت الطبق بتاعنا في التلاجة عشان يجمد عشان لما ننزل عليه الجيل الفاتر ما يبقاش يعني يبقى الطبق التاني بارد وده يكون تقريبا فاتر شايفين موسيقى هستنى بقى عليه شوية انا حطيت عليه الفراولة على ما نعمل الكفتة بتاعتنا هنكون اه نكون يكون ده برد وده برد ونحطهم على بعض هنعمل دلوقتي كفتة بنقدر ان احنا اولا هي مغزية لانها لحمة وحنحط لها برغل البرغل هنعمل في ايه بقى اشوفوا عايزين نص كيلو لحمة مفرومة نص كباية برغل منقوعة بصلة فلفل حراء وده اختياري اتنين معلقة كبيرة بقى دونس واحد فلفل اخضر واحد تمطب صغيرة ملح وفلفل واي بهارات انتوا عايزين تحطوها بتقدروا انكم تحطوها البرغل يا حبيبي عندنا انا اخدته مخصول ومنقوع في ميا ومعصور كويس جدا 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 تمام ادي البرغل بتاعنا اهو نص كباية عندنا بقى كمان الفلفل الاخضر فلفل حراء اختياري لو بتحبوا الحراء طمطماية صغيرة بقدونس وبصلة كلام ده كله هنضربه مع بعضه الاول قبل ما نحط عليه اللحمة موسيقى تمام هناخد اللحمة دلوقتي ونحطها موسيقى اي بقى بهارات اي حاجة انتوا حابين تحطوها زيادة حطوها عندنا هنا الملح والفلفل و هنخلطوا الماعدة هادي الملح و هادي الفلفل و هنخلطوا مع بعض موسيقى 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 تمام هنجيب بعد الماء سيبولة نحط فيها الخليط بتاعنا دي من الكرافتات اللي كنا عاملانها قبل كده لو فاكرانها دي معمولة من علبة حليب مكسف محلة او اي علبة عندكم علبة درة علبة فاصوليا حمراء اي علبة عملناها بمشبك غسيل وزي ما انتو شايفين كده شوف تنفع لحاجات كتير جدا يعني احنا بنعمل كرافتات بتكون بسيطة وبحاجات موجودة في البيت وفي نفس الوقت بتبقى مفيدة وبتنفعنا تقدروا تحطوا فيها كمان فرش الميكاپ اقلام زي ما تحبوا يعني هنجيب بقى دلوقتي اه صانية عايزين تحطوا عليها ورق زبدة حطوا عايزينها تتحمر تده من تحت بزيادة زي ما تحبوا هناخد دلوقتي الكفتة اللي عندنا ونبتدي نشكلها بتقدروا تشكلوها زي ما انتو عايزين يعني ممكن تشكلوها على اه هنا بالسياخ الخشب دي وممكن تعملوها على اديك وحاجة بسيطة كده زي ما انتو عايزين انا بحب السياخ الخشب الصراحة بتساعد كده دايما 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 بعد ها ما تخلطوا اللحمة اه حطوها في التلاجة شوية بتفرق كتير وبتساعد في ان هي اللحمة تتماسك وتبقى سهل انها تتشكل يعني شوفوا دي لسه مش محطوطة في التلاجة فصعب يعني ما بتبقاش زي ما بتبقى محطوطة في التلاجة بتبقى اسهل كتير عايزين تخلوها بالسياخ برضو ممكن زي ما تحبوا عايزين تعملوها صوابع سوغننة ممكن برضو دي بقى هتدخل الفرن على درجة حرارة عالية درجة حرارة ماتين واربعين مثلا وبتقعد تقريبا عشرين دقيقة بس ما بلاقيها استوت وما تبلغوش يا جماعة نحف انكم تسووها بزيادة لان لما بتقعد زيادة في الفرن بتنشف والكفتة بتبقى حلوة وهي طرية يعني مش لازم ننشفها ابدا دي بقى بتعملو جنبيها صلط الطحينة كده بتبقى جميلة جدا مش عارفة دلوقتي فكرت كان ممكن عملناها برضو بنكهة مثلا يعني هي فيها برغل كان ممكن عملناها بنكهة تبولة كان برضو هتبقى حلوة خليني افكر فيها الوصفة دي كفتة بنكهة التبولة اكيد هتبقى حلوة بما ان فيها برغل زي التبولة اكيد هتبقى لذيذة وبتقدروا بقى تقدموا جنبيها برضو طحينة بتطلع جميلة وطعمها حلو دي بقى الكفتة بتقدروا تحطوها على الشوايا فوق على الجريل على البوتاجاز او على الفحم طبعا ممكن دي بتتفك خالص في حتة كتير مش مخلوطة خليني اخلطهم كده مع بعض كده تمام بس دايما 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 الكفتة لما بتضربوها في الكبة دايما عايزالها بتاع نص ساعة نص ساعة في التلاجة قبل ما تشتغلوا فيها ده بيخليها سهلة وبتتماسك اسرع في التشكيل تمام اها عارفين دلوقتي هعمل ايه انا هخليها كده شوية ونروح للجلي بتاعنا علشان نحطه ويلحق يسقع هو كمان لان احنا الوصفة اللي عاملينها معاكم هي الوصفة اللي هنقدمها في الاخر فاخلي لازم تسقع معانا خديني اجيب البايريكس بتاعنا ونبتدي ننزل الجلي اللي عندنا يلا بسم الله بالراحة خالص بس علشان ما نخليش الكريمة تطلع من مكانها وتدخلت مع الجلي الجلي خلص كده تمام خلص كده تمام هاسيبها بس برا شوية كده لغاية ما تهدى الجلي وبعدين هروح واخدها وحطها في التلاجة وكده الوصفة بتاعتنا تمام تمام هنسيبها بس تهدى شوية وبالنسبة للكفتة انا دلوقتي هكمل التشكيل بتاعها وزي ما قلنا هخدها هحطها في ال هدهنها بالزيت بعد ما تخلص خليني ادهنها معاكم هناخد شوية زيت نحطهم كده في الطبق هنا وندهن الكفتة بتاعتنا بالزيت ممكن بالفرشة او باديكو مش مشكلة كل المتوفر حلو كده وعلى الفرن زي ما اتفقنا درجة حرارة عالية 240 تقريبا لغاية ما تحمر عندنا الكفتة بتاعتنا خلينا بعد الوقت نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل اكون انا حطيت الكفتة في الفرن وحطيت الجلي في التلاجة ونكمل معاكم بقية وصفتنا بشوفكم بعض الفاصل ان شاء الله اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودلوقتي احنا حطين الكفتة بتاعتنا في الفرن وحطينا كمان الحلويات بتاعتنا في التلاجة ودلوقتي هنعمل مع بعض وصفة لذيذة قوي وهي جلاش بالسجوء الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين جلاش طبعا عايزين نص كيلو سجوء بس سجوء شرقي مش السوسيس سجوء وعايزين بصلة فلفل حراء واحد طماطم واحد فلفل اخضر جبنا رومي انا بفضل بس لو عايزين تستعملوا نوع تاني اوكي تلاتة اربع كباية حليب ربع كباية زيت وبيضة وطبعا ملح وفلفل طيب اول حاجة هناخد شوية زيت نحطوهم كده هنا في التاسة وما تحطوش كتير لان السجوء بينزل اصلا بينزل دهون كتير فما تحطوش كتير حطت دلوقتي هنا الزيت بتاعنا هنحط البصلة السجوء طبعا آآ لازم يكون آآ شرقي زي ما قولنا مش سوسيس ولو تجيبوه كمان حراء يبقى مفيش داعي انو كتخطو الحراء اللي احنا هنحطو والتوابل اصلا اللي بتبقى في السجوء بتبقى كتير جدا عشان كده انا مش هطى توابل في الوصف بتاعتنا خالص انا هيدوب بس هطى ملح وفلفل لان السجوء اصلا مبهر يعني هو بيبقى فيه توابل كتير جدا في السجوء فما حطناش احنا اي حاجة نستنى بس عليها زيتين كده عايزين بقى تحطو فلفل حراء طبعا قولنا زي ما انتو عايزين هنحطو دلوقتي السجوء اللي عندنا وحتلاحظوا بقى حينزل كمية دهن يعني احنا يا دوب حطين معلقة كبيرة من الزيت مسلا هينزل دلوقتي كمية دهنة كتير من السجوء فعشان كده ما هتحطوش من الاول خالص ما هتحطوش زيت كتير يعني شايفين اول محطيته ريح التوابل وبهارات طلعت تعالوا نبص بصة على الكفتة بتاعتنا لسه بس شوفوا شكلها مهندم بس لسه عايزة شوية طبعا يعني لسه عايزة شوية حطاها انا على درجة حرارة عالية وكمان انا عندنا هنا الفرن بيشتغل من تحت ومن فوق فبتستوي في نفس الوقت من تحت ومن فوق وبنطرش يفتح عليها الشواية بس طبعا اللي ما عندوش الابشن بتاعت ما يفتح من تحت ومن فوق بنحمر يعني بنسويها من تحت شوية واول ما تبتزي تحمرة من تحت بطفي عليها من تحت ومولى عليها الشواية من فوق ما تخلوهاش كتير يا جماعة انا بالنسبالي افضل افضل سوى للحمة المشوية هو الميديوم وال الميديوم واللي احنا عندنا كذا درجة استوى للحمة عندنا البلو اللي هو بتبقى شم هناية نية وعندنا الرير اللي هي يدوب بتشم النار وتطلع تجري منه وعندنا الميديوم اللي هي بتبقى يعني مستوية نص نص يعني تحسوا كده ملي او اتنين ملي من حوالين اللحمة مستوي واللي جوه لسه مش مستوي الميديوم وال هو اللي بيبقى مستوي كامل الا حتة هو ده بالنسبالي وبالنسبة للناس كتير يعني بيعرفوا في اللحمة الميديوم وال هو انسب حاجة للأكل وفي الوالدن الوالدن اللي هي مستوي على الاخر ودي بتبقى نوعا ما انشف حاجة يعني ممكن متبقاش نشفة قوي بس انشف حاجة مقارنة باللي فات وكله تمام كده هنبتدي بقى دلوقتي نحط الحاجات اللي عندنا عندنا فلفل اخضر وعندنا الفلفل الحراء اللي قولنا لو بتحبوه خطوه وهنحط اخر حاجة دلوقتي التماطم اللي عندنا حتى الملح والفلفل انا مش هحط كتير برضو لان السجوء قر دي في ملح وفلفل فانا يا دوب هحط شوية ملح وفلفل على قد الحاجات اللي احنا حطينها ادي الفلفل وادي شوية ملح وزي ما قولنا مطقة طاروش الجبن الرومي يا جماعة اهي زي ما انتو شايفين مبشورة وهنستعملها في القلب في جوه يعني في ناس كمان بيحطوها على وش الجلاش بس انا ما بحباش على الوش الصراحة بيعملوا ايه بعد ما بيدخلوا الفرن قبل ما يستوي بخمس دقايق تقريبا بيطلعوه وبيحطوا على وشه الجبنة ويدخلوه تاني طبعا مش غلط بس انا بحبها بحب الجبنة جوه الجلاش مش بره كده عندنا التقريبا تعالوا بصوا بقى قد ايه يعني نزل اكتر ده هنشايفين شايفين الدهن نزل اكتر من اللي احنا حطينه شفتو هستنى بس عليه شوية لغاية ما كل السوائل تنشف مش لازم يبقى فيه سوائل خالص يعني انا عايزة ده يبقى بس الدهن هو اللي فضله الدهون مش عايزة خالص سوائل بس نوصل للمرحلة دي بنقدر ان احنا نكمل الوصفة بتاعتنا طيب احنا دلوقتي كده تقريبا خلاص كل دي دهون مفيش اي سوائل هنطلع دلوقتي بس الفاصل ونرجع بعد الفاصل تكون الحشوة بتاعتنا بردت علشان حطر احنا لازم آآ علشان نستعملها تكون مش سخنة قوي ودلس طالعا من النار لان لو سخنة قوي كده زي دلوقتي اللي جلاش ممكن يتقطع آآ من الحرارة فحنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيت وصفاتنا بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله اشتركوا في القناة اهلا وسهلا من بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل دلوقتي هنعمل معا بعد بقيت الجلاش بتاعنا الجلاش بتاعنا لطيف جدا لانه من غير ما ندهم الطبقات يعني هنحطه كده زي ما هو من غير دهن طبقات ولا اي حاجة يلا بينا هناخد كده نشوف ناخد نص التنمية نشوف كده لو بس انا خايفة احطها تطلع مش قدها بالزبط خلينا نشوف كده لو عملناها من نص بالزبط هتطلع لا هتطلع صغيرة خلاص هناخد نص الكمية كده هنقص على قد البايريكس بالزبط او يعني اكبر سنة وناخد نص الكمية من غير ما ندهنها ولا اي حاجة زي ما اتفعنا هنحطها كده تحت بس خليني اقطع حتة كمان نحطها كده هنا ونجيب السجوء بتاعنا ونحطه كده هنا رحته فضيعة حلوة قوي ونفرد الكلام ده كله هناخد بقى الجبن الرومي اللي عندنا ونحطها كده هنا طبعا زي ما قلنا عايزين تحطوها على الوش عادي جدا بس انا بحبها جوه اكتر هناخد بقية الجلاش ونحطها على الوش لهذا الشكل ونبتدي نقطعها شوفوا بقى انتو عايزين تقطعوها ازاي مش لازم القطعة تبقى فضيعة يعني توصل لتحت يعني وممكن بس كده نبقى عارفين انها على الاقل يعني مقطوعة كمان هنعمل ايه بقى دلوقت هي هناخد الحليب اللي عندنا والزيت والبيضة وشوية ملح وفلفل شوية ملح شوية فلفل ونضرب الكلام ده كله كويس هناخد بقى الخليط ده ونحطه على الجلاش عندنا وندخل الكلام ده كله على الفرن نتأكد ان هو وصل لكل حتة هنحط بقى في الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة مية وتمانين لغاية ما يستوي بيعد تقريبا يعني من 35 لاربعين دقيقة على درجة حرارة مية وتمانين محبش احطه اعلى من كده علشان ما ينشفش ويبقى من جوه مش مستوي قوي ونطلع الكفتة بتاعتنا كمان ده بيكون شكله بعد ما بيخلص شوفوا الجمال طبعا ده مش حرقة دي الدهون اللي نزلت يعني هي طرية جدا ودلوقتي هفتح لوكوا واحدة تشوفوها من جوه تعالوا بقى نفتح واحدة تعالوا شوفو شوفو قد ايه طرية اولا شايفين بصوا طبعا البرغل ما خليها طرية جدا شايفين قد ايه طرية بصوا شوفو الجمال شايفين اهي اهي بصوا اكلها ادوقها نار لطيفة جدا جدا والبرغل ما خليها طرية تراوى اديكم شوفتو شوفو قد ايه طرية خطيرة ايه يعني نخدها نحطها هنا يعني انا لو حطتها بايدي الصراحة يا دي واقع انا خدديها على غامب استنوا اغسل ايدي وبعد كده نيجي نشوف الجيلو بتاعنا حصل فيه ايه احنا كده زي ما انتم شايفين الجيلو حطت له شوية كريمة ودلوقتي بقى تقدروا تحطوله اي فاكهة انتم عايزينها احنا هنحط له كده شوية من طبعا بتقدروا تحط فراولة بس انا لقيت عندي الباريس وانا بحب الباريس في التقديم كده في التزين يعني بحب شكله بيبقى حال وكده نبقى خلصنا معاكم وصفاتنا للنهاردة اعملنا لكم فيها وصفات النهاردة بتمنى انها تكون عجبتكو يلا كده تمام اهي اعملنا لكم اول حاجة الوصفة اللي هي بتاعت زمان اللي هي وصفة الجيلو الطبقات مع الكاسترد مع الكريمة مع الباسكوت وصفة صيفي ولذيذة كده وما بتاخدش وقت بالذات لو عملنا الكاسترد جاهز وعملنا كمان معاكم الكفتة اللي بالبرغل طعمها يعني البرغل بيخليها طرية جدا 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 وكمان بيزود لنا الكمية وبيديها كمان فايدة غزائية اعلى قيمة غزائية اعلى عملنا كمان معاكم الجلاش بالسجوء برضو من الوصفات اللذيذة واللي هو يعني يعني اي حد ما بيحبش حتى الجلاش هيحبه لان السجوء يعني من الحاجات اللي بحسها كل الناس بتحبها ما فيش خلاف عليها فعملنا النهاردة بنكهة السجوء وحطينا عليه شوية فلفل حراء وشوية فلفل وشوية طماطم وحطينا عليه بعد كده الخليط بتاع البيض والزيت والحليب وكمان ما دهنهوش خالص بالمرة وده بشكله بعد ما خلص الوصف بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وبندلة كمان شوية واللي بالحيش يشوف الحلقة من اولها بيقدر يشوفها في الاعادة عندنا اعادتين اعادة الساعة 8 بالليل واعادة الساعة 8 الصبح شكرا لمتابعتكم بشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وافكار جديدة بإذن الله باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة